كل الشكر لكابتن أيمن شوي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة تفريق للنادي الآلي وآخر استعدادات تفريق للنادي الآلي لمواجهة تفريق بترجيت في مباراة الدور النصف النهائي لكأس مصر مباراة في غاية الأهمية مباراة الأولى والقيادة الفنية الأولى لمستر ريكاردو سوارش زي ما حضرتك عارفة كابتن أيمن هي مباراة في غاية الأهمية وخاصة أنها مباراة بطولة طبعا أنت عارف مباراة الكاس وده كان كلام مستر ريكاردو سوارش يعني بالأمس عقب المؤتمر الصحفي اللي تم التقديمه عقد محاضرة مع اللعبين يتكلم طبعا على المباراة طبعا فيه أمور كتير جدا نشتغل عليها في التديب خلال اليومين الماضيين طبعا مستر ريكاردو سوارش كان قادر المران يوم الخميس الماضي عقب طبعا مباراة الأهلي وفريق سموحة اجتمع مع اللعبين واتكلم كان أول اللقاء بيجمع بينه وبين اللعبين اتكلم على بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة طبعا مع الجاز المعاون كانوا مجايزين كل الأمور الإيجابيات والسلبيات اللي كانت في مباراة سموحة واشتغل عليها سريعا في التدريبات إذا أقول لك كابتنايم أنا كنت موجود في التدريب بدأ مستر ريكاردو سوارش يجاهز الملعب بنفسه يقسم الملعب عمل تأسيمات مختلفة يعني صراحة أول مرة نشوف تأسيماته في الملعب عايز يسرع إقاع اللعب ورتم اللعب يكلم على قصور طبعا في الجوانب الدفعية يشتغل عليها خلال يعني الوقت كان قصير جدا ولكن هو يبدأ أنه يشتغل على هذه الأمور طبعا تسريع إقاع اللعب كان فيه جلسة جامعة بين وبين بعض اللعبين سواء مجد أفشا سواء طهر محمد طهر حسين الشحات كافة اللعبين الكابتن محمد الشناوي كلها أمور يعني بنشوفها وللمسينه من الجهاز الفني لا كتيبة عمل جاية تشتغل جاية تحقق إنجازات مع النادي الآلي طبعا بالأمس كان المؤتمر الصحفي المستر ريكاردو سوارش اللي اتكلم على قيمة ومكانة النادي الآلي وأن النادي الآلي حلم كبير جدا لكتير من المدربين أنه يتولى القيادة الفنية للنادي الآلي قال إحنا جايين نشتغل إحنا جايين نحقق الانتصار وفي نفس الوقت وإحنا بنحقق الانتصار أو الثلاثة النقاط لازم نقدم الكورة الجميلة لأننا عارف أن جمهور النادي الآلي جمهور زواق وجمهور عارف يعني إيه القيمة للنادي الآلي وقال أنا بوعد للجمهير إن إحنا دايما نكون عند حصن ظن الجمهير ونقدم الكورة اللي تليق بالنادي الآلي عقب المؤتمر الصحفي كان المران المستر ريكاردو سواريش طبعا المران الرئيسي قبل المواجهة اليوم أمام فريق بترجيت اجتمع مع اللعبين طبعا نقطة فنية اشتغل عليها سواء على الجانب النظري أو الجانب العملي سواء في المحاضرة الفنية طبعا رؤول فاريا مطور الأداء اللي كان ليه دور كبير جدا وحديث مهم جدا مع مستر ريكاردو سواريش وايضا لويس بريرا محللي الأداء لتحليل بعض النقاط السلبية اللي كانت فيه مباراة سموحة وان النادي الآلي ازاي تجنبها في هذه المباراة طبعا عقب المران اللي بلغ يعني انتظر طول كده كابتن أيمن الجدية اللي عند اللعبين والحماس الجميع بيتصابق من أجل الحصول على مكان داخل تشكيل الأساسي لفريق النادي الآلي مستر ريكاردو سواريش في كلامه مع اللعبين قال الفرصة مفتوحة أمام الجميع كل اللعيبة اللي يثبت نفسه في التمرين هو موجود فيه التشكيل الأساسي طبعا أعلن القائمة النهاردة طبعا كواليس اليوم الفريق تناول وجبة الافطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء كان في تمام الساعة الثالثة اللي احنا لامسين وإحنا موجودين في مقر الإقامة هنا كابتن أيمن تقدر تقول الروح اللي موجودة عند اللعبين مع الجهاز الفني الكابتن سيد الكابتن سامي تحسش أن مستر ريكاردو سواريش وجهازه المعاون أغراب لا خلاص أكنهم موجودين من فترة طويلة داخل الجهاز الفني والفريق وده الروح دايما اللي بنقول عليها اللي بتميز النادي الآلي نادي الآلي طبعا وإن أي فرض بيدخل منظومة النادي الآلي سريعا بيندمج مع النادي الآلي وبيدخل داخل المنظومة بيعرف يعني كل الأمور الخاصة بهذه المنظومة قيود والتطلعات اللي موجودة والطموح اللي موجودة عند نادي بحجم وقيمة ومكانة النادي الآلي ثم كانت طبعا المحاضرة الفنية المستر ريكاردو سواريش في تمام الساعة السادسة والنصف طبعا بيتكلم من خلالها على أهم النقاط اللي بيطلبها من اللعبين في المباراة وبيعلم من خلالها التشكيلة اللي احنا لامسينه من هنا طبعا يا كابتن أيمن أن الروح اللي موجودة عند اللعبين روح جديدة شكل جديد إن شاء الله نتمنى أنها تنعاكس على أرض الملعب وإن شاء الله المباراة النهاردة خلينا نأكد أنها مباراة صعبة جدا أمام فريق بترجدت بقيادة الكابتن هيسم مشعبان لكن اللعبين النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله قادرين على تحقيق الفوز في هذه المباراة إن شاء الله والصعود إلى المباراة النهية دي كانت كل الكواليس كل الأخبار هنا من مقر إقامة فريق للنادي الأهلي من جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شاوي